السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البدر الاثنين الساعة سبعة عنوان عجيب وبيان أعجب إنه بيان اليوم للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني والذي صدر بتاريخ الخامس والعشرين من محرم لسنة 1443 للهجرة والموافق الثاني من سبتمبر لسنة 2021 فتعالوا بنا إلى تفاصيل هذا البيان بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم من خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إلى كافة شعوب البشر في البوادي والحضر إليكم بدر شهر صفر لعامكم هذا 1443 الموافق يوم الاثنين العشرون من شهر سبتمبر لعام 2021 فعليكم أن تعلموا علم اليقين ما أمر الله خليفته على العالمين في شأن بدر صفر فجاء الأمر من الله الواحد القهار كما يلي البدر الاثنين الساعة سبعة انتهى وعليكم أن تعلموا علم اليقين أنها لأول مرة في تاريخ أمر رؤية الإدراك من رب العالمين يأمر الله خليفته المهدي ناصر محمد اليماني أن يعلن للعالمين أن البدر الاثنين الساعة سبعة وهذا يعني أنه تم تحدد بدر صفر يوم الاثنين الساعة السابعة مساء فهذا يعني أن هلال غرة صفر بحسب الإدراك سوف يكتمل تكوين هلال شهر صفر مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الساعة السابعة مساء بتوقيت عاصمة مركز خلافة الإسلامية العالمية صنعاء فكذلك يوافق تاريخ مركز الأرض والكون بساعة بيت الله المعظم المسجد الحرام في مكة المكرمة وأن نعنط الله على الكاذبين فما ظنكم برب العالمين أنه فاعل إذا كان حقا استفى خليفته على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فأعرفتم عن الداعي إلى سبيل الله على بصيرة من ربه الإنسان صاحب علم البيان الموعود في محكم القرآن العظيم في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم ذلكم الإنسان وعد الله الموعود الحتمي أن يبعثه الله بالبيان المفصل لكتاب الله القرآن العظيم ليفصل كتاب الله القرآن العظيم للعالمين تفصيلا ليجعله الله شاهدا على حقيقة رسالة الله القرآن العظيم الذي أنزله الله على النبي الأمي محمد رسول الله صلى الله عليه وأسلم تسليما ولم يأمر الله رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين من القرآن للناس إلا ما يخص مسائل الدين فقط مثله كمثل رسل الله من قبله كذلك تنزلت عليهم آيات الكتاب بلسان أقوامهم فمن ثم نهى الله أقوام الرسل أن يسألوا رسلهم عن آيات الكتاب إلا ما بين لهم رسل ربهم كون الله أنزلها وليسوا مكلفين ببيانها فقد عفى الله رسله عن بيان بعض آيات الكتاب العلمية كونه مكلفا ببيانها من سوف يؤتيه الله علم الكتاب خاتم خلفاء الله أجمعين الإمام المهدي وعد الله الحق وعفى الله عنها كونها لن تتحمل بيانها عقول المؤمنين الذين صدقوا برسول ربهم ثم تسوءهم فمن ثم تكون سبب كفرهم برسول ربهم فينقلب على أعقابهم كافرين فكذلك نفسنا موسي أمر الوحي لأنبياء الله تنزل على الذين آمنوا بالقرآن العظيم في عصر تنزيله على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله فنهى الله الذين آمنوا بالقرآن العظيم في عصر تنزيله أن يسألوا محمد رسول الله عن بيان آيات في القرآن العظيم قد عفى الله الرسل من قبله أن يبينوها لأقوامهم كون من الذين آمنوا برسل ربهم من قبل أصروا على نبيهم أن يبين لهم المقصود في بعض الآيات فمن ثم أوحى الله بعلم بيان ما أصروا على بيانه من بعد إيمانهم برسول ربهم فساءهم بيانها فأصبحوا بها كافرين كونهم لم يعقلوا بيانها من الناحية العلمية نظرا لقلة ما لديه من العلوم في مختلف المجالات إلا قليلا منذ الزمان القديم حتى بعث الله خاتم الأنبياء والمرسلين النبي الأمي محمد رسول الله بهذا القرآن العظيم وعلوم البشر كذلك لتزل محدودة ولذلك إنها الله الذين آمنوا أن يسألوا محمد رسول الله عن آيات في القرآن العظيم إن تبدلهم تسؤهم فلتتحملها عقولهم فمن ثم تكون سبب كفرهم بالقرآن العظيم من بعد إيمانهم تصديقا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين صدق الله العظيم ولكن المنافقين الذين يؤمنون أول النهار ويكفرون آخرة لكي يشكك المؤمنين بالقرآن في عصر تنزيله قالوا إذن فلست مرسلا من ربك وإنك تفتري على الله بهذا القرآن وإنما ذلك منهم استفزاز لعلهم يجبروا الرسول على بيانها ليعلموها لكي يضعوا الأحاديث المخالفة ليغلبوا الدعاة إلى الحق فرد الله عليهم بقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم تغلبون صدق الله العظيم برغم أنهم يعلمون أنه الحق من ربهم بل يقينهم بالقرآن العظيم أنه حقا تنزل من عند الله هو أعظم من يقين محمد رسول الله بهذا القرآن بادئ الأمر ولذلك قال الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم أولئك المؤمنون من شياطين البشر الذين يعلمون أنه الحق من ربهم وعنه يصدون عن اتباع هذا القرآن العظيم وهم يعلمون أنه الحق من رب العالمين ويعلمون أن أول بيت وضع للناس هو المسجد الحرام ليس له قبلة جهة أي من مساجد الله بل قبلته شطر الكعبة تصديقا لقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم ولكن الله ترك رسوله بادئ الأمر في صلاته أن يتقبل المسجد الأقصى المبارك رغم أن قبلته كانت من قبل تغييرها مستقبلا جهة المسجد الحرام وأهل الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم تصديقا لقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين صدق الله العظيم وعلى كل حال لنريد أن نطل في هذا البيان ذي الشعب الكثير ولكن المشكلة أن شياطين البشر لا يزالون يصدون على الإيمان بهذا القرآن العظيم والتشكيك فيه وهيهات هيهات فقد جاء قدر التحدي الموعود في الكتاب الشاهد من بعد الله على حقيقة هذا القرآن العظيم ليثبت لكافة المكذبين أن محمد رسول الله حقا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم سبحانه العليم بكل شيء في ملكوته سبحانه تصديقا لقول الله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معاقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عطب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده وعلم الكتاب صدق الله العظيم ذلكم الذي كفى به شاهدا على الناس من بعد الله هو خليفة الله المهدي المنتظر الذي جعل الله برهان خلافته هو أن الله يؤتيه علم الكتاب الذي فيه تمترون فكيف جعلتم برهان خلافته على العالمين من عند أنفسكم يا معشر المسلمين أفلا تعقلون ألا والله لو علمكم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن اسم المهدي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إذن لتم الترتيب لبعث الإمام المهدي بالتزييف بكل سهولة فيأتي رجل من الذين ينتسبون لأهل البيت اسمه عبد المطلب بن هاشم فيتزوج فأول ولد مولود له فيسميه عبد الله حتى إذا بلغ ابنه سن الرشد فيزوجه وأول ولد مولود يتم تسميته بكل سهولة محمد وذلك لكي يركب الإسم الرباعي كما يلي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم أفلا تعقلون يا معشر المسلمين بل البرهان لمعرفة خليفة الله المهدي قد جعله الله في محكم القرآن العظيم أن يؤتيه علم كتاب القرآن العظيم وذلك حتى لا يجادله عالم من القرآن العظيم إلا وأخرس لسانه بسلطان علم البيان الحق للقرآن أما هذا الذي هو كفؤاً للإمام المهدي ناصر محمد اليماني يستطيع أن يغلبني من كتاب الله القرآن العظيم فلا يزال خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني هو المهيمن بسلطان علمه على كافة علماء المسلمين في العالمين فمن ثم هيمن بسلطان علمه في شأن ما يسمونه أطباء العالم فيروس كورونا وما هو بكورونا؟ بل ضرب مثل للتحدي بمغلوق جديد بعوضة ما لا تحيطون بها علما فلست من الجاهلين فلو تعلمون لكم وضعنا كثيراً من نقاط التحدي منذ أول بيان من بعد ما أعلنت الصين بوجود فيروس جديد فعلمت ماذا سوف يسمونه من أجل كلمة البحث كورونا كون أعلم بحقيقته في أسرار كتاب الله ولا نزال نعلمكم في شأن سلالات بعوضة ما لا تحيطون بها علما ولم تكن مجرد تكهنات متوقعات كما يتوقع الأطباء مجرد توقع يحدث أو لا يحدث ولكن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني الذي سوف تجدون كافة ما علمكم في شأن كورونا هو الحق بنسبة مئة بالمئة ولن أتناقف في نقطة واحدة وهم يتناقضون فيجعلهم فيروس كورونا يختلفون في مسائل الطب الفيزيائي بل يجعل علمهم صفرا على الشمال وكذلك لكم أعلنت التحدي لكافة علماء المناخ أصحاب نظرية الاحتباس الحراري بسبب عوادم الثاني أكسيد الكربون الصاعد من الأرض من مصانعهم وحطب نيرانهم وسياراتهم ولكن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أعلنت لكافة البشر منذ بداية الدعوة المهدية العالمية منذ أكثر من 16 عاما في شهر صفر لعام 1426 الهجري إلى بدر منتصف شهر صفر مساء يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر ليلة شروق البدر المكتمل رغم أنوف كافة البشر في البواد والحضر معجزة من الله الواحد القهار إن كان ناصر محمد اليماني هو حقا خليفة الله المصطفى على العالمين فاعلموا أن الله بالغ أمره ولسوف يخذع الله بحوله وقوته كافة أعناق الدول الكبرى والصغرى لطاعة خليفة الله وهم صاقرين ولسوف ننظر ونرى هل الدول الكبرى حق الفيتو لاختيار خليفة الله على العالمين بل سوف يفرشون السجاد لاستقبال خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني خاضعة أعناقهم لطاعة خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني وهم صاغرين ولسوف تعلمون هل ناصر محمد اليماني هذا مجنون كمثل غيره من الممسوسين فالجنون فنون أم أنه حقا يعلم من الله ما لا يعلمه علماء العالم بأسره ألم يخبركم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمدعي شخصية المهدي المنتظر الكاذبين فيظن الجاهلون إنما ناصر محمد اليماني مثله كمثل مدعي المهدية الجاهلين الذين لا يعلمون فلا يلجمون بعلمهم أي إنسان عاقل يستخدم عقله فلو كان ناصر محمد اليماني كمثل هؤلاء لما ألجم العقلاء بسلطان علمه وحصريا من القرآن العظيم وربما يود كافة علماء الدين وأمة المسلمين أن يقولوا يا ناصر محمد اليماني إن العالم بأسره لم يشاهد هلال محرم الجاري إلا مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء فكانت أول رؤية لهلال محرم مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء وآخرون لم يشاهدوا هلال محرم إلا مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء فكيف تكون غرة صفر مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء؟ فهل تقصد أن هلال صفر سوف يتم ثبوت رؤيته عند غروب الشمس الاثنين بتاريخ 28 محرم أو 29 محرم بحسب تقويم أم القرى؟ ولكن في تقويم أم القرى وكافة تقاويم البشر فلا ينبغي لهم أجمعين أن يستهلوا هلال صفر بعد غروب شمس الاثنين ليلة الثلاثاء والسبب العلمي بكل بساطة يعلمه كافة علماء الفلك في البشر أنه عند غروب شمس يوم الاثنين فلا يزال بقية شهر محرم بسبب عدم شروط رؤية هلال صفر مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء فلا يختلف على معلومة غرة الشهر الفلكية كافة علماء الفلك في البشر مسلمهم والكافر فعند غروب شمس يوم الاثنين لم تتوفر كافة الشروط العلمية الفيزيائية الفلكية لشهر صفر ألا تعلم أن الشروط العلمية الفيزيائية الفلكية لا يختلف عليها اثنان من علماء الفلك في عالم البشرية العجم والعرب؟ فلعلك تجهلها يا ناصر محمد اليماني ألا تعلم أنه لا يختلف على نقطة الاقتران المركزي اثنان في مختلف دول العالم؟ فالجمعيات الفلكية في مختلف دول العالم ليعلمون أجمعون أنه لا ينبغي لغرة شهر صفر أن تكون فلكيا إلا مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء كون قمر محرم سوف يجبر العالم بأسره أن يكمل عدته ثلاثين يوما فيعتبر مساء يوم 21 سبتمبر ليلة الأربعاء هو معاد بدر التمام العالمي لشهر صفر فلكيا ولو لم تتم رؤيته مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء فهذا شيء لا يختلف عليه اثنان فلكيا في كافة دول البشر ولذلك تجد كافة علماء الفلك في عالم البشر مجمعين فلكيا العرب والعجم ومختلف دول العالم أن بدر شهر صفر مساء يوم 21 سبتمبر عام 2021 أي مساء يوم 21 سبتمبر نظرا لشروط غرة الشهر فلكيا فأولهم حدوث المحاق المركزي وغروب القمر بعد غروب الشمس مساء يوم 21 سبتمبر أي يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء وليس مساء يوم الاثنين عشرين سبتمبر ليلة الثلاثاء إلا في حالة واحدة فقط وهي معجزة ربانية فمن ثم يرد الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول هذا أمر من الله هذه المرة أن أعلن لكم ببدر التمام الاثنين الساعة السابعة مساء رغم أنو في كل البشر ومحرم على الأنصار أن يخالفوا أمر الله بل جعلنا رؤيا أمر الله هاشتاغ هذا البيان فوالله لا أقبل أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا من رؤيا أمر الله كما يلي البدر الاثنين الساعة سبعة أي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت العالمي حتى يعلم العالم بأسره أصدق ناصر محمد اليماني أم كان من الكاذبين وأما علماء الفلك الذين يجعلون مسلمة الفلكية الأساسية وراء ظهورهم ليصدوا عن معجزة الله الكونية فأولئك سيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ألا والله الذي لا إله غيره لولا أن هلال صفر سوف يولد صباح الاثنين لما حدث بادر التمام مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء اللهم إني عبدك أشعر بالهوان لكثرة ما حذرت للبشر أن الشمس أدركت القمر فولد الهلان من قبل الكسوف فاجتمعت به الشمس وقد هو هلال اللهم إن كان عبدك ناصر محمد اليماني هو خليفتك المصطفى من لدنك وحدك لا شريك لك فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الفاصلين وإن كان ناصر محمد اليماني كاذبا فعلي كذبي فإليك أبتهل أنا وكافة أنصاري قلبا وقالبا فنجعل لعنة الله على الكافرين الصادين عن معجزتك الكونية تصديقا لعبدك ووعدك الحق وأنت خير الفاصلين وأحذر الأنصار من المجادرة بغير آية بدر الإمام المهدي لشهر صفر فلم أقل أن آية بدر الإمام المهدي مساء يوم الأحد ديلة الاثنين بل مساء يوم الاثنين بتاريخ 20 سبتمبر لعام 2021 وأعلم وأعي ما أقول فويل المكذبين ويل للأنصار المستغفرين للشياطين والمستغفرين المستكبرين المصدرين على كفرهم وعنادهم وما كان للمؤمنين أن يستغفروا لأعضاء الله رب العالمين الصادين عن التصديق بآيات الله ويجحدون بها وقد استيقنتها أنفسهم فويل لهم ثم ويل لهم من غضب الله رب العالمين فلا ولن يجدوا لهم من دون الله وليا وننصيرا ونعتذر لمتابعي النبأ العظيم عن طول هذا البيان المتشعب ولكن معذرة إلى الله بأني بينت وبلغت ما أمرني به ربي وأقول ربي اغفر وارحم واحكم بيننا بالحكم الفصل من عندك وما هو بالهزل وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ترجمة نانسي قنقر